اشتركوا في القناة ويب تيفي طبعا نحن حلقتنا اليوم بتتقصم الى قصنين بدنا نحكي عن اقرار قانون الكابيتال كونترول بين جلسة الميل والموازن اليوم في جلسة للجين المشتركة طبعا لبحثها الاقتراح القانون وايضا بكرة الجلسة التشعية رح نحكي عن كابيتال كونترول ليش تأخر ما كان لازم ينعمل بسبعة عشر تشرين هيدا اول موضوع الموضوع التاني الانهيار الصحي عند ارباب الصحة بلبنان قالوا نحن وصلنا الى الحديد وماذا بعد شو بدهقول وزير الصحة اليوم الدكتور في راس ابيض لنقطع السطر قبل ما نبتدي الى البداية اللي بتقول الكابيتال كونترول هلأ من بعد ما تهربت الاموال الى الخارج الكابيتال كونترول هلأ لتحمل مصارف من دعاوى المدعين والسؤال ليش التأخير ليش ما صار بسبعة عشر تشرين قبل ما تتهرب اموال الشطار اللي عم بيصير هلأ ما هو الا ضحك على الدؤون واستخدامهم لتبرير جرائمهم والتغطية عليها وربما ذريعة لاستخدامه بالانتخابات النيابية المقبلة نحن المواطنين اللبنانيين ملنا بحاجة لقوانين جديدة نحن بحاجة لاحترام قوانين ما هي موجودة اصلا مثل قانون النقد والتسليف اللي هو طبعا هالقانون منعرف انه بيحمي المودع على كل حال اليوم يعن بيكون في تشتت بالرأي حول موضوع القانون ومشروع قانون كابيتال كونترول للحقيقة لو ميرست لجنة الرقابي على المصارف عملها والمجلس المركزي بمصرف لبنان قام باللي لازم يقوموا بدون لف ودوران ما كنا وصلنا لهالانهيار مش هيك اليوم ضيفنا عضو رابطة المودعين الباحث نيزار غانم أهلا وسهلا فيك أهلا فيك اليوم اللي جين المشتركة رح تبحث بمشروع قانون الكابيتال كونترول الجديد شو بيختلف عن باقي الوانيلة اللي كانت موجودة واللي صار لهم سنتين بيدرسوها بمجلس النواب يعني حقيقة هو هيدا النظام هيدا الحكومي نفسها وهذا المجلس النية بأثبت منذ سنتين لليوم منذ 2019 بأنه هو برلمان المصارف وحكومة المصارف وتسعى لحماية المصارف بحث بشكل بحث أنا برأيي القانون الحالي لا يختلف بشيء عن القانون الماضي لأنه هدفه يعني أنا برأيي المادي عشرة منه المقترح اللي هو فعليا بيعمل استثناءات بيعمل أنه أحكام هذا القانون استثنائية وتشكل جزء من النظام العام بمعنى يجعل هذا القانون بيحمي المصارف أمام القضاء نعم وبيحميها أمام القضاء الأجنبي لأنه اليوم رابطة المضيعين تحركت بالبريطانيا تحركت بفرنسا وعم ننجح بالاختراق هذه الكوة القضائية في الخارج فهناك خوف أمام المصارف فجاء هذا القانون لحماية المصارف من القضاء وهذا السبب هذا القانون خطير وأنا برأيي أنه بيشكل حكم عرفي تب مش أحسن يكون عندنا قانون ما يكون عندنا قانون ليه دايما المضيعين رافدين ما كنتوا أنتوا من المطالبين بأنون كابيتل كونترول من سنتين اللا ورا ما أنتوا كنتوا يعني صوتكم عم بيع لابتكم أنون كابيتل كونترول ليش هلا عم ترفضوا والكابيتل كونترول هالمشروع اليوم هو مثل ما قال نائب رئيس الحكومي أنه بيرضي صندوق النقد الدولي هو صراحة عن جد يعني بتأسف لقول هالشي بس هناك كمية نفاق بالطبق السياسية منه مقبول لأنه الكل بيعرف أنه شو هو أنون كابيتل كونترول الأنون كابيتل كونترول بيجي مريض على المستشفى منقول أوكي عبينزوف وقفوا النزيف منعطيه إبري لا يوقف النزيف هيدا الأنون كابيتل كونترول بس يكون في نزيف اليوم بعد ما صفوا كل مصاري الموديعين وبالذات مصاري الموديعين الكبار النافذين سياسيا وأخذوها على سويسرا تهرر 13 مليار دولار للخارج تم عفوا تدويب 13 مليار دولار من الودائع وهروب مليارات إلى الخارج اليوم شو نفع كابيتل كونترول لو بلا فريمورك يعني بلا خطة مالية واضحة شفافة عادلة وهيدا طلبنا نحنا ما في مشكل بكابيتل كونترول لو إذا بيكون هيدا الأنون مرتبط بخطة مالية شفافة واضحة بنعرف عبره مين بيتحمل مسؤولية الكلفة اليوم هيدا الأنون بشكله الحالي هو عم بشرع سياسة التعاميم بيضلوا عم بيثبت الخطة الموازية بسميها خطة الضل المالية اليوم التي تسعى للاقتطاع من المودعين عبر التعاميم هيدا 151 و 158 يلي مجلس شورة الدولة أساسا قالوا إنه غير قانوني وغير دستوري هيدا الأنون اليوم انقلاب على أي فسحة أمل ممكن يكون للمودعين عبر القضاء لأنه خيفانين من هالموضوع نوصل لنتيجة حيرتونا أنتو المودعين الحكومة جاية عم تقلكون نحنا بدنا نعمل قانون كابيتول كنترول وصرنا سنتين وثلاثة عم نبحث بيربو كما بيقولوا على اللبناني طب اليوم يعني ليش هالمعارضة هالأدية عكل حال دعاكم أنتو كنتو من بين المدعوين إلى اجتماع نائب رئيس الحكومة نحن لم نذهب لأنه لم يكن دعاكم ومارحتو دعانا ومارحنا طب هيدا كان مش نقطة ضعف بحقكم لا 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 وطرحوا أنتو البديل صراحة لسبب بسيط لحن طلبنا بأجندة للاجتماع وطلبنا نعرف عن شو عم نجتمع وللأسف الشديد هيدا نحنا يعني لأنه دائما بتعملها السلطة الدعوة ما بتكون قبل بساعات من الاجتماع بشكل بالطريقة اللي عمي يقرف ما كنتو مطلعين اليوم على أهم بنود الأنون هيدا الاجتماع كان قبل صدور فرفضنا نحن الاجتماع بهيدا الشكل لأنه نحنا منا لو في خطة مالية واضحة تم التواصل لماذا تم الرفض على الطاولة أنه ليه الرفض على طول العالمية لا 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 ما في مشكل نحنا مستعدين للاجتماع ما عنا مشكل بالاجتماع مع السلطة مدعاكم ومارحتو ولكن بدو يكون فيه اجتماع علني بدو يكون فيه بناء عشو مش بناء لنعمل أن نقول اجتمعوا مع الموديعين هني عم يعملوا هالاجتماعات ليقولوا لصندوق النقد أنه اجتمعنا وعم نعمل لأنه من صندوق النقد بحاجة للأول أنه فيه استشارات مع المواطنين فلي عم بدون يركبوا تربيش ويقولوا لصندوق النقد أنه اجتمعنا مع الموديعين دون أجندة دون وضوح بالسياسة العامة المالية فقط نجتمع عفنجين قهوي ودردك بس لا لي ما بتروحوا بتعرضوا يعني اليوم بتجتمعوا بتعرضوا غير كنا راح في كمان يعني اليوم مهنيين نقابية المهن الحرة في اقتصاديين كلنا يعني دعوا الى هالاجتماعات يعني ليش ما رحتوا على الاجتماع وعرضتوا بالبنود اللي هلأ بدك تخبرنا عنها اللي انتم عرضينا باقتراح قانون الكابيتل كونترول هلأ هيدا القانون الكابيتل كونترول الحالي شو أبرز البنود اللي بضر المدعين حكم عرفي تم يعني في لجنة في لجنة حكومة نائدية بيترقسة وزير المالية وزير الاقتصاد حاكم مصر في لبنان وبيرقسة رئيس الوزراء عندها صلاحيات شبه مطلقة واسعة تشريعية قضائية بتعائب المصارف بتحدد شكل السحبات ومش أكتر من هيك القانون كمان بيأسس للإستنسبية هيدا مش كنتنا الأساسية معهم بعده بيعترف وين الإستنسبية؟ بأنه بيعترف انه في شي اسمه فراش في شي اسمه قديم هيدا يعني هيدا بيأسس هل ديم شو يعني؟ لولار بيعتبروه بالبنوكة نعم ما في شي اسمه بالأنون النقد والتسليف الحد التي كنت عبر تحكي عنه بالأول ما في شي اسمه فراش الوديعة ترد كما هي مثل موضعات فهو عم بيأسس الإستنسبية الإستنسبية يعني بدهم يضلهم عم بيعملوا سياسة التعميم يلي بتحمل المودعين الفرق بين الدولار الحقيقي واللولار المحجوز يعني الدولار المحتجز هيدا واحد تالت شغلة هي حماية مثل ما قلت للمصارف من القضاء لا لأنه بكرة بس يصير في قضاء ببريطانيا مثل المصار من شهر ويقولولون أنه بعطوا المصاري على بريطانيا بيقولولون في استنادا إلى أحكام نحن ما فينا نبعط مصاري برات البلد بلا موافقة اللجنة الوزارية بالتالي هي حماية المصارف اللبنانية من القضاء الخارجي وحمايتهم من القضاء الداخلي لأنه بس يطلع حكم قضائي معين لأن القضاء في لبنان بدأت بالتحرك وهيدا إذن محاولة لاحتواء القضاء في لبنان محاولة تهشيمه واستبعاده حقيقة ما هي عم بتقول جمعية المصارف أنه أنا من السنين عم طالب بالكابيتال كنترول يعني هي من التشرين طبعا بس نحن عم طالب 17-2029 عم بتطالب بالكابيتال كنترول ولكن عم طالب كمان بخطة عادلة شاملة بيجي من ضمنا ونحن أسقطنا أول كابيتال كنترول أول كابيتال كنترول أسقطنا وسندوق النقد أسقطوا أيضا واليوم ممكن صندوق النقد جاية شو تحسينات ما في تحسينات طرقت عليه يعني يشعق أنه صندوق النقد موافق عليه يعني على شو موافق ليش رفضوا ليه هلا اليوم موافق إذا موافق صندوق النقد رح نقف أكيد ضد صندوق النقد لأن بيكون صندوق النقد فات باللعبة السياسية بتوازنات سياسية داخل البلد ولكن اليوم كيف هو شكله هو يعني مقارنة بالقانون القديم هو لغته أحسن يعني مشتغلين الشباب على يعني حطين فيها شوية كلمات أكثر تبمنين الشباب ما هو عم ينقال أنه قانون لقيت ما عنده لبي ولأم أوكي يعني يتفضلوا يطلع أستاذ عاد الشامي مش هو متبني واليوم لجنة المال والموازنة عم بتناقشوا خلي النواب الحاليين بالبرلمان اللبناني بكرة سيقر بكرة بلجنة تشريعية لي بكرة رح ينقر أنا عبقول شو برقة الضغط اللي عندكم لتمنعوايك أنون أنا عبقول هلا وصلتم مع نواب أنا عبقول هلا هؤلاء النواب يلي دخلوا في البرلماني اليوم وأقروا هذا الأنون بزمتهم رح تكون أموال الموديعين اللبنانيين واللي عب يسمعني هلا عنده نواب بغض النظر أي حزب سياسي اليوم في واجب عليه أنه يتصل بنوابه يقل لهم هيدا الأنون الكابتال كوترول شرح لي كيف رح يفيد الموديعين هيدا ما رح يفيد الموديعين بس شرح لي كيف يجمد أموال الموديعين عم بيقولوا يعني من بعض البنود الموجودة ضمنه وتجميد أموال الموديعين لمدة خمس سنة أوكي بس أكتر من هك مع أنتك المشروع لا بس في استنسبية مطلقة بالقانون يعني اللجنة هي بتحدد سقف السحوبات منرجع لتعاميم مصرف لبنان مين اللجنة؟ ماللجنة هي مصرف لبنان يعني هي حاكم مصرف لبنان مع وزير الاقتصاد عم نرننا تركيبة يعني أحسن شواء بس أنه شو هي بأساسها هذا القانون هو نفس استمرار لنفس العملية تب خذوا مصرياتكم أنتم كمدعي مش أحسن على البطيء أحسن ما يطلع لكم شيء؟ لا أنا برأيي ما في أموال ما في أموال صحيح بش هيك بيقولوا هني هني هيك عم بيقولوا ما في أموال الأموال صرفتها الدولة طالتها السلطة السياسية ما في بالمركزة أموال عنون النقد والتسليف بيقول عندما تتوقف المصارف عن العمل بيتم تصفية أملاك أصحاب المصارف اليوم بس أشخاص مثلا مش حسرا ولكن مثلا مثل بس عم بيهددوا أنه أنا ممكن اتجاه إلى أفليس المصري شو بدي يطلع لك؟ يعني اليوم مثل مثل استيزمروان خير الدين يلي هلأ متحالف من حزب الله والمحرومين يعني يحوي بنيويورك عم بيشتري شقة بملايين من الدولارات طيب خليه صفي أملاك بتتبنى هيكلام يعني؟ عندك معلومات موسوقة؟ أكيد أكيد موجودة بالصحافة يعني عم بيشتري بأبريقانيا الصحافة بيقولوا بتحكي أوقات يعني بتكبر الموضوع لا بس حتى الأوروبيين بلشوا بالتحرك في مليارات من الدولارات طلعت من لبنان على سويسرا وعلى فرنسا تحرك القضاء العام بسويسرا لأنه في في ملايين من الدولارات عم تجي من لبنان هيدا كيف اجيت بالماضي؟ ما في قول المصرف أنا هلأ بدي أعلن إفليسة وما بيطلع لكم شيء كمودعين؟ نحنا منوافع هيدا الكابتل كنترول لو إذا بيعلنوا بيشيلوا بنود الاستنسبية من الأنون يعني بيفسروا لنا بيقولوا لنا شو هي يعني معلش نخبر المستمعين والمشاهدين اليوم شو الاستنسبية يعني الموجودة ببنود هالمشروع؟ يعني مثلا بتقلك هي أول شيء بالاستنسبية كيف؟ بتقول إنه بعده مختلف عن مثل ما قلت القانون الدولار القديم تاني شغلة بتعطي صلاحيات واسعة لدرجة إنه بتحط سقوف للصحب طيب لايما بتحددوا أنتوا هلأ بالقانون سقوف السحب؟ بتقولوا إنه الودائع لحد الميت ألف دولار محمية مثلا بس تقولوا لحد ميت ألف دولار محمية بيصير فيه لأنه اسمه يعني شو هو؟ قيود على الرأسمال مش قيود على الودائع اللي هي مدخرات اللبنانيين هيدا قانون لحماية المصارف من المدخرات نحن عليزا ملنا قانون حماية مدخرات خليهم يحموا مدخرات اللبنانيين استاذ المدرسة اللي معهوا 30 ألف دولار لايبدوا يكونوا عنده سقف سحبات 400 دولار خليهم يعطوا كل وهيدا هو خطة لازار خطة لازار الحكومية الأولى يرجعوا لخطة لازار معدلة يلي بتحمي الحج مئة ألف دولار وبيصير له ودائع الكبيرة اللي معه مليون دولار أوكي بفهم إنه بتقصيله ياعى خمسة سنين معك مليون دولار ربحت فواد عالية بس القانون الحالي ما بيستنسابيته ما بيعطي سلطة مطلقة لحاكم المصر في لبنان ورئيس ووزير المالية إنه يعمل سقوف للسحبات وهذا السبب اسمه كابتل هو قيود على الرأسمال بيعملوا الاقتصاديات كرمال مثلاً شركة كبيرة مع مليار دولار بلبنان مستثمرها بقطاع معين ما تهرب مصريات على برا بيضلوا المصري جهوات الاقتصاد مش بيعملوا قيود على مدخرات اللبنانيين لازم نسميه مثل ما هو على فكرة هيدا فإذا أنتو معطبين على بند الاستنسابية ايه على بند الاستنسابية تاني شغلي على الحكم العرفة يعني لازم ما يتوحكم العرفة لأنه بس يكون فيه لجنة تخيلي بتجدد لنفسها يعني بالقنون اللجنة بتجدد لنفسها كل خمس سنين وبيضلوا حاكم مصري في لبنان هو حاكم اللجنة ما في شيء يعني عبتاخد اليوم اللجنة محل مجلس النيابة مثلاً تحديد سعر صرف الليرة تحديد سعر الصرف ما بشكله حاكم مصر في لبنان ولا اللجنة بشكله مجلس المجلس النيابة لها السبب اليوم بيقولوا أنه الدولار بعده رسمياً على 1500 لأنه مجلس النيابة عليها أن يجتمع ليقر طيب هيدا الانون اليوم شو بيعمل؟ بيدرب الدستور فعلياً يعني فيه مشاكل دستورية فيه والمحامين يعني بربط المدعين يعني يعطينا بيان مفصل عن هذا الموضوع وندعو المواطنين للخروج إلى مظاهرة غداً على الأونسكو الساعة 10 الصبح لإجهار هذا القرار طلعت الدعوة؟ طلعت الدعوة؟ طلعت الدعوة؟ نعم اليوم يعني بتكون سقطوا نجحتوا أول مرة رح تنجحوا بكرة وخصوصاً إنه صندوق النقد متل ما قال يعني نائب رئيس الحكومة إنه موافق على هيك قانون يعني هو بالتشاور مع صندوق النقد عملوا هيك قانون يعني صراحة إحنا بعضنا برسالة لصندوق النقد واللي عبي تواصل مع صندوق النقد من القوى السياسية عليها أن يفسر لللبنانيين اليوم ماذا يجري؟ إحنا ما بنعرف إنت بتعرفي شو عبسير ما تخيلي في عنا اجتماعات مع صندوق النقد لا يوجد فيها محاضر الدولة اللبنانية لا تأخذ محاضر مع صندوق النقد لا لأنه ما بدون يفرجوا لللبنانيين شو عم يحكم على صندوق النقد بالآخر صندوق النقد هو صندوق هو مثل بانك يعني هو بانك عالمي آخر همه لبنان يعني هو بيستثمر مصاري بدو يطلعها هكي بيشتغل صندوق النقد بس نحنا شو عنا خلاص بلبنان إلا صندوق النقد معك حق نحنا ما عنا خلاص يعني الدولة تعمل خطة التعافي وحضرتك كنت عم تحكي عنا قبل شوي وعنا صندوق النقد وين هو الخلاص التاني ما صرفوا المصريات صرفوا يعني اليوم السلطة السياسية صرفت المصريات حجة المصارف بتقول هي أوضعت يعني مصرياتها بمصرف لبنان مصرف لبنان عطاهم للسلطة السياسية أنا بقلك نحنا ما فينا لا يمكن إنقاذ كل الودائع رابطة المدعين نحنا من مثل أصحاب يعني أي وداع بدنا ننفل صغار المدعين ولا كبار المدعين صغار المدعين يعني كمان لا أنا بقلك لا ما نفرق لكل العالم صندوق النقد يفرق لا لأنه بيقولوا في شيء اسمه بالاقتصاد هاي نتورث اندفجوز أي أشخاص بدو يعني تقل اقتصادي كبير كل أشخاص فوق المليون دولار يعتبروا هاي نتورث اندفجوز بيتعامل معهم أجمالاً قنون التصفيات الكبيرة بس يتكسير فيه إفلاس بالعالم بشكل مختلف بالتالي الرابطة تتبع الإجراءات العالمية نحن ما عم نطالب بشغلات خارج يعني منا شعبويين بالمطلق نحن منتبع الإجراءات العالمية بيه بس تفلس الدولة أو تفلس المصاري فيه إجراءات معمولة دولية يعني التيلك وغيرها وبازل ثلاثة يعني موجودين على الإنترنت فينا نعملهم هيدا بيحمي أصحاب الوداقة الصغيرة خطة لازار كانت تحمي أصحاب الوداقة الصغيرة بمعنى أن كل الشخص لحد المئة وخمسين ألف دولار ميتين ألف دولار هيدا بتحميلوا دقيقة وشو بيصير؟ بس اللبنانيين يصير معهم مئة ألف دولار بسنة بيرجعوا مصرياتهم لا اللي بيفتح مطعم اللي بيفتح مصنع نعيد اليوم كرمال ينقذوا المصارف اللي هن بربرة 13 عائلة متحالفين مع السياسيين بدون يدمروا الاقتصاد الوطني كله هيا إشكالية هيدا اقتصاده جمعية المصارف بدلا تقول خطة لازار مثلا كانت خطة إفلاسية هي خطة إفلاسية للمصارف المفلسة ولكن هذا القانون هو قانون إفلاسي للمواطنين اللبنانيين هو يقتطع من أصحاب الوداقة الصغيرة وبيعطي كل المصاري لأصحاب النفوذ خليهم يطلعوا اليوم النواب وبالذات اليوم رئيس لجنة المال والموازنة خلي يطلع أستاذ إبراهيم كنعان يشرح لللبنانيين كيف هيدا القانون بدوا يحمل الموديعين وين بدوا يحمل الموديعين وبالذات أصحاب الوداقة الصغيرة ما في حقيقة أي لحظة للوداقة الصغيرة أنه بتنسحب كما هي في استنسابية مطلقة بهيدا الموضوع وحماية للقضاء نعم يعني قبل بمرة درتوا سقطتوا طبعا بمساعدة الموديعين ونزلوا الناس على الشارع وكان فيه تواصل مع النواب بوقته كتير لحتى يسقطوا هيدا القانون بس اليوم نلاقي صوتهم خافت خانع ما سمعناه هون معارضين بس أنتوا كروابط موديعين وجمعيات أنتوا اللي عم بتعارضوا فيه بدو يمرق بكرة تعتقد هيك؟ ما بعرف في صراحة يعني نحن رح نحاول قدر الإمكان ما نخليه ورح نحمل المسؤولية للنواب نعم والضغط الشعبي فينا بكل الأحوال رح أقولها بكل صراحة مش بدون يعملوا هيدا القانون ويحموا المصارف بس ما رح يحمون منا بمعنى يعني شو رح تعملوا شو بييدكن شو بييدكن يعني أنا بقلك شو بييدنا شو بييدنا يعني مثل بعض الناس أنه بيهدد بيفوت بيعمل مشاكل أو بتعطوني 50 ألف دولار أو رابطة الموديعين هناك من يعمل على الأد ولكن عمل رابطة الموديعين السياسي والقضائي اليوم نحن بعثنا برسالة إلى 70 دولة نطلب فيها فرض عقوبات على كل مجالس إدارة والمساهمين في المصارف نحن بعثنا رحنا برزيارة إلى الحكومة الإلمانية منذ كل شهر بس أنتو كمان عم يعني تؤضوا على القطاع المصري في بلبنان اللي هو الممول الرئيسي للاقتصاد بهالبلد هيدا الأنون هو أنون شيوعي على فكرة هيدا هيدا أنون كيف يعني مصارف غير متوقفة عن الدفع بيصير في كابتل كنترول لو شو يعني كابتل كنترول لو هيدا كنا نشوفها بالاتحاد السوفيتي هل لبنان اقتصاد حر ولا لا من يقضي اليوم على على فكرة نظام الحر في لبنان هم المصارف والسياسيين الداعمين لهذه المصارف لا بالعكس نحن عم نحمي الاقتصاد الحر في لبنان عم نطالب الأوروبيين بفرض عقوبات اليوم كنا في رسالة للاتحاد الأوروبي شو هدفنا رح نرفع على المصارفين للبنانيين ما ننجعل الخطورة لهم رح يصيروا يعني أشخاص معرضين سياسيا في أوروبا وأمريكا بس هيك بتحصلوا على الأموال يعني بها الطريقة بتحصلوا على الأموال بس منجيبهم على الطاولة ايه منجيبهم خليون يقعدوا ايه قعدوا على الطاولة شو بدوا يصير ما في أموال بخري عم بتقليلي هل منروح نحنا نحضر اجتماع ايه منروح نحضر اجتماع بس منحضر اجتماع بشروطنا بنفرضها مثل ما هي على الطاولة منا اجندة واضحة كيف بدكن تحموا الموديعين مش تجيبونا فنجين قهوي وتاخدوا الصورة وتقولوا والله اشتماعنا مع الموديعين منا حدا يحكي كلمة مفيدة على الهواء يطلع وزير الاقتصاد يطلع وزير المال مستعدين لمواجهة علمية اذا بيسترجوا يطلعوا يواجهون نظريا بس ما بيسترجوا فبيتخبوا ورا شألبات اعلامية واللبنانيين بطبيعة الحال بيخافوا بيخافوا بيخوفون على ودائعون وانا بقولون لللبنانيين ما يخافوا القضاء معنا على فكرة القضاء في انقلاب القضاء هلا يعني مجددا معكن ما فيه الاف الدعوة بالجواري بس هيدا محاولة اليوم اليوم هيدا الانون محاولة تكبير القضاء نحنا اليوم رح نتابع هالموضوع معاك ومع روابط الموديعين لانه بكرا اقرار مشروع القانون وهيدا يعني رأس الموديعين بالدق مثل ما عم تقول نحنا رح نتابع بدي اشكرك لهلا عضو رابط الموديعين الباحث الاقتصادي نصار غارب أهلا وسهلا فيك فاصل ونتابع مع وزير الصحة صوت لبنان صار صورة كمان اليوم اعتبارا من الاربع بعض الظهر تابعونا عبر vdl.me وصفحاتنا على السوشيال ميديا لحظات مفصلية في تاريخ المنطقة العربية تروى تفاصيلها مع من صنعوها او شاهدوا صناعتها او تأثروا بها او يملكون خبرة واسعة حولها بودكاست لحظة الاحد بعد موجز اخبار الواحدة والربع وباعادة الاحد بعد موجز العشرة والربع ليلا عبر صوت لبنان بالتعاون مع الجزيرة بودكاست لبنان ما بيموت وسوى من رجع البسم للبيوت والمكاتب نبدل لتهدم بأسرع وقت وأفضل الأسعار مع اي تو زي اي تو زي اعادة تأهيل المنازل والأبنية وكل أنواع التصليحات ألومينيوم زجاج بي في سي واجهات أبواب بطون بلاط طرش ودهان بالإضافة إلى التنظيف اي تو زي صفر واحد ميتين وتسعة وخمسين ميتين وتسعة وخمسين وسبعين تلاتمية وواحدة واربعين خمسمية وخمسة وخمسين هالسنة عرمضان بالبيت لا عادة أحلى ما تقفي ولا مسلسل وخلي الجامعة تحلم مع كل اشتراك كيبل فيجن جديد بدل الشهر شهرين بباليش واشتراك او اس ان بلاس مجاني وما خلصة العيدية تركيب واشتراك انترنت من اي دي ام هدية اشترك قبل اخر نيسان وخلي رمضان بالفرحة ملين اتصل على الخمسة عشر او زور موقعنا كيبل فيجن دوت كوم دوت ال بي موسيقى 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 اصدقاء المستمعين اليوم يعني المعنيين بالقطاع الصحي عم بيقولوا يعني الصحة ونظامة الى تداعي نعم القطاع الصحي يتداعى مستشفيات في منهم عم بيسكر ادوية مش موجودة الصياد لاعتراض على الجعالة كانوا متجهين الى الاقفال كمان عنايات فائقة للاطفال مش موجودة بمستشفيات الاطراف كمان يعني اليوم ادوية وعجاجات لمرضى السرطان كمان مش موجودة القطاع الصحي شو وضعوا هل نحنا بقلب المعمعة مقادمين الى انفجار اكتر بصرني رحب بضيفنا اليوم وزير الصحة دكتور فراس الابيض اهلا وسهلا فيك يعني اجتمعتوا بجامعة البلمند رحبلش من البلمند والصوت اللي طلع القطاع الصحي يتداعى وين نحنا معالي الوزير اليوم نحنا ما في شك انه نحنا مشكلة مش بس على صعيد القطاع الصحي نحنا عنا مشكلة على صعيد البلد بسبب الازم الاقتصادية وبسبب كذلك انه طريقة المعالجة يعني مفروض تكون افضل لانه نحنا شايفين حالنا كل شوي المشاكل عم تتفاقم واللي ما عم بيساعدنا ابدا بهذا الموضوع انه الازمات العالمية اللي هلأ عم بتشكل مش بس مشكلة على لبنان عم بتشكل مشكلة على العالم كله ونحنا بعدنا راجعين من منتدى الدوحة وسمعنا نحنا كل بلاد العالم عم بتقن من وراء الامن الغذائي بسبب مشكلة اوكرانيا او موضوع الوقود وارتفاع اسعار الوقود وكيف عم بيأثر على الاقتصاد طيعة فلذلك نحنا في لبنان يعني عنا كل هالامور هايدي عم تجتمع لينا هلا اجتماع البلمنت اهميته انه نحنا مش كان لحتى نحنا نطلق بس الصرخة على القطاع الصحي نحنا هيدا من زمان عم نحكي فيها ولكن كان بسبب تقديم لنتائج الحوار اللي عم تجري منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في لبنان مع الافريقاء الصحيين حول مستقبل النظام الصحي في لبنان لانه نحنا منعتبر انه نحنا هلأ نعم في اعادة تشكيل للنظام الصحي في لبنان وهيدي فرصة انه نحنا نرجع نشكله على اسس افضل من اللي كانت عنا قبل وين التوك قبل يعني وين اليوم الصغرات اللي كانت وهي وصلتنا لهون؟ عدة امور مثلا مناخد نحنا بموضوع الاستشفاء اللي حضرتك عم تحكي عنوك انت نحنا كان عنا نظام موضوع الرعاية الاولية كان ما كانوا في ضعيف نحنا بحاجن اوي ونحنا بنعرف انه لما نحنا نعمل رعاية اولية جيدة هيدا بيعمل وقاية كتير من هالناس ان شاء الله ما بتوصل على المستشفيات نحنا عنا نظام ما عنا فيه رعاية صحية شاملة وهيدا بيعني انه في كتير ناس عم تنترك خارج اطار الرعاية وكمان كل الدراسات بتفرجي انه هيدا مكلف اكتر لانه هيدول الناس لما يمرضوا بيجوا على المستشفيات بحالات يعني عاطلة واسعتها كلفة استشفيقهم بتكون كتير مرتفعة بموضوع الدواء نحنا كان عنا نظام صحي بيعتمد على البراند بيعتمد على انه نحنا نستورد بدل ما نحنا نشجع صناعة دوائية محلية بدل ما نحنا نعمل مثل الدول المتقدمة فرنسا وغيرها اللي دخلوا الجنريك من فترة وخففوا قيمة الفاتورة نحنا هلأ عم ندفع ثمن كل هالسياسات المزمنة اللي كنا نحنا ماشيين فيهن من قبل تب الى انه نوصل للسيستام الجديد اللي عم تحكي عنه وهو اعادة هيكلة النظام الصحي بلبنان تب بهالوقت في مشاكل كبيرة صحي ادوية مفقودة وضعك يعني وضع وزارة الصحة مع الصيدليات يعني اليوم عم ينقال انه وزير الصحة ما عم بيطلع بجعلة الصيدلي رغم ارتفاع سعر الدولار عنايات فائقة للأطفال مثل ما قلنا بالبداية بالاطراف بالمستشفيات مش موجودة والجهاز الطبي للعنايات ايضا ما انه موجود عندك كمان ادوية السرطان علاجات السرطان معالي الوزير الناس عم بتموت ببيوتها هلأ شو عم بينعمل الى حين اعادة تكوين النظام الصحي اللي عم تحكي عنه نحنا هلأ بهاي دول المشاكل ونمشي فيهن واحدة واحدة بموضوع الدواء نحنا بتعرفي الاسبوع الماضي نحنا اطلقنا مع الصناعة المحلي صناعة الدوائية المحلية الحملة اللي حتى نحنا ندعمها وما نضلنا عم نستعمل هالأموال لنشتري هالأدوية الغالية جدا ونحنا هايدي الدراسات اللي اشتغلنا نحنا وياهنا عليها بتفرجي انه هيدا بيوفر اول شي الدواء بيكون متأمن لانه هني عندن وانا زرت مصانعهم عندن قدرة تصنيعية عالية ونفس الوقت بجودة جدا عالية حقيقة يا ريتك اننا منقدر ناخد هالناس ويبرموا معنا على المصانع لا يشوفوا نحنا شو عنا بالبنان الموضوع التاني انه لأينا نحنا لما عم نعتمد على الصناعة الدوائية المحلية اللي هي ارخص بكتير من هالأدوية اللي عم نجيبها من برا نحنا منقدر نوفر تقريبا بين المليونين لمليونين ونص دولار اللي هني كلهم هيدولي حيروحوا لوين لحتى نحنا نقدر نجيب على الصناعة البنانية لا لحتى نجيب فيهن ادوية كانسر اكتر نحنا بدنا نتذكر انه نحنا مشكلتنا احدى اسباب ليش ما عنا ادوية كافية هو لانه ما عنا مصاري متل قبل نحنا قبل كنا عم نشتري به ارقام كتير عالي هلأ المتوفر هو رقم معين فنحنا عم نشوف كيف نحنا بدنا نجيب بهيدا الرقم هالأدوية اللي بتكفي الجميع بموضوع الصياد اللي انا جيد انك فتحتي هالموضوع يعني السيادة عم بيقولوا انه تطنيش وزارة الصحة عليها هذا الكلام مش مزبوط وانا كلام مسئول وبتمنى من المستمعين ينتبهوا جدا شو عم قول الموضوع اللي صار مع السيادة وانا هون بتحدى نقيب السيادة والمستوردين انه يجوا ويقولوا للعالم شو صار تماما اللي صار تماما انه لما عرفوا انه نحنا باتجاه موضوع الصناعة الدوائية المحلية هني راحوا واكيد عرفوا انه في بعض الادوية اسعارها بدها تطلع ان كان الصيادة او كان المستوردين بلشوا وقفوا ليش ناطرين ليطلع المؤشر الجديد وانا هلأ بكرة المؤشر هيطلع لانه نحنا منطلعوا كل فترة هيطلع المؤشر الجديد وفجأة حنلاقي هيدا الادوية اللي نحنا مطنشين وا 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 كلها ياتا تلاقت بالصيدليات نحنا للأسف اللي عم نواجه هلأ هي مش بس مشكلة صحية او مشكلة مالية نحنا عم نواجه مشكلة اخلاقية بها البلد لانه انا بعتقد انه في كتير ناس بها البلد للأسف عندها مشكلة بأخلاقها وعم تحاول تستغل الظروف يعني عم تتواجه للصيادة معنا الوزير لا الصيادة ولا مستوردين الادوية هلأ اذا عنده نرد يعني منتمنى انه يتفضل يطلع معنا نقيب الصيادة لليوم جو سلهم ويكون في رد لانه كان في اتجاه الى اقفال الصيدليات اليوم التنان وانقال انه مصادر شيء من الوزارة رغم الارتفاع اللي صار واللي توصل الى 20% على الادوية وظلت مطمش الوزارة هيدا الكلام مش مزبوط نحنا منطلع هيدا الموضوع دوريا ولكن حتى لو صار في تأخير ما معناته انه نحنا اذا والله ما اجي طلع السعر شيء بسيط نحنا بدنا نقطع الدواء عن المواطنين عيب هيدا الكلام انا برجع بأكد على كلامي نحنا عنا مشكلة اخلاقية بهيدا البلد قبل ما يكون عنا مشكلة معينية يعني عم تقول انه صياد اللي هنا حجزين الادوية بمستودعاته نحنا عم تسلوا للناس ناطرين انها ترتفع الاسعار على كل حال بكرة بعد يومين لما تطلع الاسعار جديدة منشوف هالادوية هيدا فجأة تستورد في يوم واحد ولا حنلاقيها صارت بالصيدلي نحنا عم نجي التفتيش الصيدلي نحنا عنا تفتيش صيدلي ولكن شو عند الوزارة تفتيش صيدلي نحنا عنا حوالي بين 10 و 12 مفتش صيدلي هيدولي الله يعينهم بعدهم عم يقبضوا على القديم اذا بيجوا بدي يطلع بسيارته بسعر البنزين الموجود حاليا على كم صيدلي بيقدر يلف باليوم وهو ما عم ياخد شي مقابل هيدول كذلك نحنا لما بدنا نجي نقول تعي يا وزارة عملي وعملي 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 طيب انت هل وفرتلي الامكانية عم يدعوك تصحح الوضع بسرعة لذلك انا بيجي بقول التالي نحنا عم نشتغل على تصحيح الاوضاع وانا مستعد بكل ملف قول تماما نحنا شو عم نعمل واصلا عم نحكي ولكن بهيدا الوقت الشعب اللبناني بده يعرف انه نحنا المشاكل اللي عنا هيدا المشاكل المزمنة ما بتنحل بسحر وما بتنحل بلحظة نحنا اذا بدنا وخاصة اذا نحنا بدنا نحلها بشكل للمستقبل يكون مزبوط ومش نحلها ترقيع كيف ما كان ولكن هلأ بتقليلي غير هيك انتي شو في اشياء عم تعملوها هلأ انا رح احكي في اشياء كتير عم تعملها مع الوزير عندك كان زيارات متعددة كلها لتأمين الادوية للمواطين اللبنانيين هلأ بدنا نحكي عن كل الزيارات بس قبل طالما بموضوع الصياد كما في شكوى انه الشركات يعني عم تدعي الصياد لانه نشتروا مع الادوية متممات غذائية وقالها ما بتبيع عندك معلومات بها الخصوص؟ هيدا الحكى عنه عبر الاعليم والسوشيال ميديا وعبر بعض الصياد اللي ببرنامج نقطع السطر نحنا وجهنا انزار للشركات انه اذا الوزارة الصحة وصلنا لأن نحنا الهلأ ما وصلنا شي رسمي نحنا حكي نحنا وجهنا لشركة مستورد اي شركة عندها هالممارسات بيوصلنا نحنا شكوى عليها نحنا حنعمل تحقيق واذا اثبت التحقيق انه هيدا الموضوع هيدا الشركة حتتعرض للملاحقة نحنا بهذا الموضوع ما في ما بيقدروا يجبروا خاصة اذا كانوا عم يستعملوا الدعم لا حتى يبيعوا ادوية تانية او متمامة غير مدعومة نعم مع الوزيرة حكينا طبعا كان عندك جولة على عدد من المصانع الدوائية بلبنان برفقة وزير الصناعة يعني بتلاقي الحل اللي جي البديل هو الدواء بلبنان يعني دعم المصانع الادوية دعم المواد الاولية وبينوفر على الدولة اللبنانية مئات الدولارات منوفر تقلتلك بالشهر انا تقديرنا نحنا دراستنا بتفرج انه منوفر حوالي المليونين ونص دولار بالشهر هيدا هلأ نحنا منشوف اذا كان الخطة اللي انوضعت مع الصناعة الدوائية المحلية وهي خطة للتوسع وزيادة الادوية وهني هلأ مقدمين كذا دواء لعننا عم بيسجلوهن عنا بالوزارة انا برأيي نعم تدريجيا ممكن نوصل لتوفير اكبر من هيك بكتير مش بس لتوفير اهم من هيك نحنا هيدا الصناعة ممكن تصدر لبرة خليني اعطيكي مثل بالعراق سوق الاستيراد الادوية بالعراق واللي هو نحنا وحدة من الاسواق اللي ما نصدر له في السنة 11 بليون دولار نحنا هيدا السوق نحنا فينا ونحنا علاقاتنا ممتازة ونحنا فينا نصدر لقلهم نحنا معنى اخر الصناعة الدوائية المحلية مش بس ممكن تساعدنا بمعنى انه تأمن لها الدواء المنيح واللي اسعاره مقبولي كذلك ممكن انه دخلنا دولارات على البلد ممكن تعمل فرص عمل نحنا بالمصانع اللي انا طلعت شفتهم كل العاملين بالمصانع هن لبنانيين طب هيدولي كلهم شباب كانوا لو ما هالمصانع عم بيهاجروا نعم عم يقعدين بلا شغل فلذلك نحنا بهيدا الموضوع عم نحاول نلاقي حلول اللي هي مش بس تحل مشكلة صغيرة يكون عم بتساعدنا على عدة مجالات نعم اليوم يعني ما شاء الله عليك مبارح جيت من قطر كان عندك جولات بكوبنهاجن تركيا مصر شو عملت معاني كيف بدنا يعني نتائج هالجولات طبعا كلها من شين الادوية والعلاجات ودعم القطاع الصحي باللبنان يعني اي متى رح نترجم بهالزيارات تصير واقع على الارض هالزيارات اللي كان هدفها كان عدة امور بس الهدف الاول كان وهيدي بتعرفي هالزيارات صارت بعد الازمة بعد ما بلشت الازمة باوكرانيا نحنا كان عمنا كتير قلق من اللي صار ليش لانه ازمة اوكرانيا خلقت واقع جديد بالعالم اول شي انت بتعرفي هلا انحنا خلال فترة صغيرة صار عندهم اربع ملايين واكتر من النازحين باوروبا طبعا هيدا الازمة هي على حدود اوروبا فاوروبا كل اهتماماتها توجهت كيف بدها يعني تعالج تداعيات هيدا الازمة وهالامور والاسف الدول الكبيرة بتنسى ونحنا لازال عنا واقع صعب في لبنان فنحنا كان هدي هدف الزيارة عدة امور اول شي نتأكد انه لبنان لا زال ولا يزال تحت الاهتمامات مش انه نحنا لانه صار فيه ازمة جديدة نطلع برا ونأكد انه نحنا هالمساعدات وهالدعم اللي نحنا عم ناخده مش لانه نحنا عم نستجدي نعم لانه نحنا اول شي حاملين حمل كتير كبير عن العالم وهو انه نحنا عنا ما يقارب ثلث السكان من النازحين وبرجع بذكر الجميع انه النازحين هي ليست مسئولية البلد المجاور النازحين مجرد ما يطلعوا من بلدهم صارت مسئولية عالمية فلبنان يستحق انه ياخد دعم لانه عم بيقوم بواجباته تجاه هيدا النازحين وعلى كل حال هيدا الكلام كذلك انا سمعته والجميع عم بيقول نحنا شكرا يا لبنان على اللي عم تقول فيه ايه بس وعم بيعملولنا شكرا بس من برا يعني شكرا وهيدا لذلك كان لحنا لما يقولولنا شكرا قلولنا ايه ولكن تعالوا نشوف نحنا في كذا وكذا 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 هلا الموضوع التاني كان انه نحنا هالدول هيدول واللي اجتمعنا فيهم عندهم عدة مشاريع قائمة في لبنان فكان مهم ان نحنا نراجع نحنا وياهم ونتأكد انه هيدا المشاريع مستمرة وفينا نحكي عن كتير مشاريع هلأ منا بس مثلا بس لعطيك المشاريع اللي حكينا فيها بقطر مبارح مثلا نحنا عنا اعادة بناء مستشفى بالكارنتينا هيدا المشروع نحنا نعطع للموافقة وهلأ مشي وان شاء الله خلال كم شهر بينهد المبنى القديم وبيرجع بتعمير المبنى الجديد نحنا عنا مشروع كان مازوت للمستشفيات الحكومية وبعض مراكز الرعاية ونحنا بنعرف هلأ دي صار المزوت غالي كذلك مبارح بأعطى سموه الأمير بقطر أوامره بتعجيل هيدا الموضوع وان شاء الله قريبا جدا هيدا بيساعدنا لأنه هالمستشفيات بلا هالمزوتاي ما فيها تظل قاعدة عم تشتغل هناك أشياء العلاقة بالأدوية هناك برامج طبية لمعالجة الناس مثلا كذلك الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع الصريب الأحمر اللبناني عنده برامج جراحات لناس اللي محتاجين كلهم هيدولي نحنا أكدنا ومشينا عليهم الموضوع الأخير اللي كان يعني بكتير من هالزيارات اللي قمنا فيها هو أنه نفهم تماما نحنا شو اللي هني عم بيخططوله لنقدر نحنا مشاريعنا اللي عم نعملها وعم نكتبها وعم نطلب فيها تكون متوافقة مع هالأهداف لهالمؤسسات الدولية يعني استقبلت كمان هبة أدوية مقدمة طبعا من مصنع مادس بتونس بالضمن أدوية لعلاجها في الأسبوعين الآخرين إجانا من مادس إجانا من مصر وإجانا من تركيا تب بيكفي للمرضى الموجودين اللي عم يعانوا هلأ من نقص بالعلاج والأدوية أكيد أكيد لأ ما بيكفي أكيد هيدولي بيساعدوا برجع بيجي بقول أنا بتفهم قداش الناس بدون المشكلة يخلص بسرعة أنا بتفهم ما بيموتوا بالبيوت أنا بتفهم إنه مرضى السرطان بيقولولك أنا إذا أخرت العلاج ولكن برجع بقول لا حلول سحرية نحنا هيدا المواضيع نحنا هلأ ورتت سنين عشرات سنين يعني أنا هيدا السياسات اللي عم نحكي عنها مش سياسات بلشت من سنتين وثلاثة ولذلك لمعالجة هالمواضيع ما هيكون في حل سحري بغض النظر قداش نحنا حبين يكون في حل سحري نعم على كل حال أنا بدي أذكر الأصدقاء المستمعين والمشاهدين اللي بيحبوا يتواصلوا معنا واتساب كل على 0125522 والخلوي 76611001 مريضة سرطان عن جد مش عم بتلاقي دوة لعلاجة شو بدوا إلا اليوم وزير الصحة الموجودة معنا بستوديو نجوة شري على الخط أنا عم معك تفضلي نجوة ونزور لمعالي الوزير يعطيك عافية نجوة سلامة قلبك الله يسلمك يعني أنا طلبك تفضلت وحكيت فيما عليك أنه ندري نعم إحنا من بعد معالينا وأخدنا أول علاج لحتى بتخطينا المرحلة الصعبة وأنا معي سرطان المبيض كارسينوما وسيرت كارسينوما يعني المرحلة كنت متئذني كمان نعم وعملت العملية وبلش بعلاج الأغاثة لحد هلأ مش نخدي منه الخمس جلسة سباش لأي أربع جلسة هون مطلق إخت 12 جلسة نعم شو بتعمل بهالحالة مريضة سرطان نعم نحنا بهيدا الموضوع نحنا هالشهر أنا عم نمضي شو اسمه الفوتير تبع الاستيراد لأدوية السرطان وإنكلودين لأباسنا نحنا الموضوع اللي عنا بأدوية السرطان إنه لبنان يعني نحنا منقدم لمرادانا حقيقة يعني آخر ما توصل إليه العلم بأدوية السرطان نعم يعني ولكن هيدول الأدوية اللي هن في بعضهم حتى ببلاد أوروبية منا موجودة في أدوية مثلا المبارح كنا طب يعني كيف بيوصفوا أطباء أدوية ما بتكون موجودة لألك شو يعني مش موجودة لألك شو يعني مش موجودة مش موجودة بمعنى أنت أي دوة جديدة لما بده يفوت بينعمل عليه شي بيسموه يعني بينعمل هيدا الدوة هل هالإفادة اللي بيعطيه أنه مثلا بيطول عمره للمريض أو بيأخر تطور المرض هل هيدا يتناسب مع القدرة بالبلد الشرائي وهالأمور لذلك إذا أنت بتشوف مثلا بتعيد منظمة الصحة العالمية لأمراض السرطان نحن حوالي السبعين بالمئة من هالأدوية المتقدمة اللي عم نحكي عنها منظمة الصحة العالمية ما عنديها بالإستنشلست ليش؟ لأنه بتعتبر أنه بالوضع الاقتصادي تاعة كتير من هالبلاد لأ هيدولي أدوية بعدها كتير جديدة كتير غالية خلينا نحنا نحط المصاري أكتر بالأدوية اللي هي كانت المستعمة لقبل المستعمة لقبل نحنا بلبنان ما بدنا نرجع لورا نحنا بلبنان عم نحاول نلاقي حلول لحتى نضل على هالمستوى المتقدم لحتى نضل نأمة بس كيف بدنا نلاقي لحل المستعمة؟ نحنا لذلك هلأ مثلا بالموضوع الأفاستن وغيره نحنا بعد الخطوة اللي عملناها مع صناعة الدوائية المحلية نحنا كنا نشتري أدوية سرطان تقريبا بحوالي 16 مليون دولار نحنا هالشهر هاي ماضين بما يفوق 19 مليون دولار لأدوية سرطان وأمراض مستعصي نحنا عم نشتغل لحتى نزيد الكميات اللي نحنا عم نجيبها ولكن نعم للأسف نحنا بعد ما وصلنا لمتل محل ما كنا قبل الأزم ولكن نحنا عم نقرب على هال المحل ما كنا وتانيا عم نضمن انه هالأدوية هيدول يوصلوا بالفعل للمريض اللي بيحتاجوا وش يعني للمريض اللي بيحتاجوا نحنا كذلك واحدة من الأمور اللي عم نشوفها انه أيام نحنا هالأدوية لما عم تنوصف نعم في هالأدوية هاي مش بتاعتي نفس المفعول عند كل المرضى في بعض المرضى الإفادة اللي بيغضوها من هالأدوية كتير ضئيلة ونحنا هون عم نشتغل مع الجمعيات نعم انه نركز على انه هيدا الأدوية تروح للناس اللي بيستفيدوا منها أكتر شي طيب شو بدنا نقل لها هلا هي بعضها معنا على الهواء لوين بدنا نوجهها مين بدا تكافي علاجها ولا يعني حياتها بالداء اذا بتقدر تعطيني رقم تليفونها وانا بخلي من الوزارة من عنا بيتواصل ومع بشوف كيف بيستعدوا اعطيني التليفوني مستشارت مع عليك عفوا مستشارت مدام دكتورة الفاطم وعارفة يعني بالوضع خلص انا بتابع الموضوع مع فاطم ان شاء الله ومرد عليك تكرم معيني بدي اقل لك كمان شغل مع تفضلي صحيح ممكن ما تكون معني بهذا القصة بس على القدرة يشيك تساعد فيها بالنسبة للضمان ودخورنا المستشفى عم نفسع لفوقنا وتحتنا بحال توفر العلاج يعني احنا معاشاتنا انا موظفة دولة انا موظفة دولة معاشي على قد يعني كان بالسابق يمشي الحال بالمعاش لنقول الحمد لله هلا اذا بدي تب معاشات لقدر كفة فوت اعمل جلسة العلاج طبعا المعني بالضمان الاجتماعي هو وزير العمال وعنده يعني مؤسسة مستقلة وعلى رأسه مدير ومجلس إدارة قصة الضمان قصة يعني نحنا بهذا الموضوع يعني يعني كمرضى وزارة يعني كوزارة صحة ما بتستقبلوا مرضى ضمان صحيح ولكن نحنا بهذا الموضوع انا كنت دايما وحتى عندك اذا بتتذكري بالحلقة الأخيرة حكينا فيها نوال انه الضمان لازم ينفرج عن أمواله الضمان عنده أموال على الآن بالبنوكة الدولة عم يبحث على طاولة مجلس الوزراء نحنا نحكى فيها لما كنا بالموازنة بنقاشات الموازنة الضمان عنده على الدولة بس خمسة ألاف مليار ليرة طب أنا أكيد لو الضمان نعطى جزء منها المصريات بيقدر يرفع التعرفة ويساعد المرضى بدل ما هن عم يدفعوا من جايبته بس ما في اتجاه حاليا لرفع طبعا تقديمات أنا برأي لازم يتلقى له حل ما في كلام وإلا للأسف المشكلة اللي عم بتقول عنه سيدي شري ما حتنحل شكرا لألك سيدي شري كمان عنا مضيخة لأخرى من معي مجهورين بكتور حسيني معك يا هلا مجهور ستنوال وتحياتي لمعالي الوزير الله يخلي بدي إله لمعالي الوزير أنا بتحدى معه بالنسبة للصياد لي كل سيدلية معالي الوزير هم يسعر متنقدته بدليل أنا أخد ما حسم الدواء أخدته من سيدلية فرق بالسيدلية الثاني عشرين ألف قلتوا ليش انت الفرق عندك عشرين ألف قال لي ما الدولار متعرض كيف بيطلع وبيزر وكذا على سيدلية الثاني معالي الوزير فرق خمس وعشرين ألف أي واحد اتنين تجيب تطلب دواء من عنده مثلا بيئن لك أعطيني شي ربع ساعة جاء بتوصل فيي لأقدر وصل لك هلما بيكون بيطلع على ثاني الطريقة مع الوزير بينزلوا بينزلوا بالسعر اللي غالي كتير بعدين عم يحكوا على الجعالي أي جعالية مع الوزير عم يطلقوا عم يخطوا أكثر من المطلوب وأنا ما هيحكي كلام بلا أكثر بس هم فعلا ما عم بيراعوا ضميرهم ولا عم يراعوا المرضى تبعولهم والله يعطيك ألف عاطية مع الوزير شكرا لك يعني قصة تفعيل التفتيش الصيدلي كتير مهمة مش بس تفعيل التفتيش أنا برأيي أنه هون يعني في مسؤولية كتير كبيرة نحنا لما إجا نقيب الصيادلي وطلب أنه هني كذلك عندهم لأنه هني عندهم واجب تجيه نقابتهم وتجيه سمعتهم وإجا قال نحنا بدنا نفعل التفتيش قلنا له نحنا معك يا حضرة النقيب تفضل نحنا منعطيك السلطة نحنا هيدا الكلام اللي عم بيقوله دكتور حسيني أنا بضم صوتي لأله لأنه هيدا عم نشوفه بالواقع نحنا بالنهاية في عنا ثلاثة ألاف صيدلية نعم بلبنان ما فينا نحنا كوزارة صحة نحط خفير على باب كل صيدلي علما أنه أسعار الأدوية موجودة وبيقدر أي شخص يفوت على الموقع تقع وزارة الصحة وبيعرف تماما قديش برجع أنا بكرر اللي قلته قبل نحنا بلبنان قبل ما يكون عنا أزمة مالية اليوم في حلطة رحطوا جمعية المستهلك على وزارة الصحة وعلى الوزير بتقول ليش ما بتستورد الوزارة الأدوية من الخارج وبتخلصنا من شيء اسمه احتكار بلبنان إن كان من قبل شركات استيراد الأدوية أم من قبل كمان الصياد اللي عم بيحتكروا الأدوية بعدين في أشياء كمان على الصياد اللي خليني ديفها ليكون جوابك بمحهم نلاقي فيه تمحيه فيه قلم أسود شو هاي قصة الألم الأسود؟ نحنا بلدوة برجع بقول الصحة هناك الموقع وبيقول له هيدا الدواء قديش حقه وقديش مسعر وهيدا لازم يصير فيه التزام على كل أراضي اللبنانية زائد نحنا اللي قالوه جامعة المستهلكين برجع بقول نحنا منشوف أنه نحنا بالاستيراد خاصة بالأمراض المزمنة ليه بدنا نستورد؟ نحنا عنا صناعة ممتازة نحنا الحل والصناعة الممتازة عم تستهلك هلأ أو عم تشتغل تقريبا بين 3% لـ 40% من طاقطة يعني فيها تزيد طاقطة أنا اللي قالت لي النائبة كارول أبي كرم إنه هن بيقدروا إذا توفر لهم الدعم المناسب يغطوا حاجة كل السوق اللبناني بشو أهمية هالشي بوجود المختبر المركزي ونحكي عنه؟ نحنا ما عنا مختبر مركزي نحنا جزء من الأمور اللي بهيدا الزيارة اللي أنا كنت عم قوم فيها كان هو مع منظمة الصحة العالمية على موضوع أنه نحنا كيف نوجد المختبر المركزي في لبنان نحنا كان عنا مختبر مركزي اسم عطل مش عم بيشتغل تمام تمام ولكن لا يشتغل بده آليات ودعم هلأ بهيدا الموضوع بمرحلة كان هناك مشروع مع الآف دي الأجانس فرانسيز اللي هي لإيجاد هيدا المختبر المركزي وكان هناك تمويل تقريبا حوالي خمسين مليون يورو جزء منه كان بديروح للمختبر المركزي هيدا للأسف هالمشروع وقف وما شكله حيرجع يقلع فنحنا هلأ عم نشتغل مع منظمة الصحة العالمية ولبراتور ميريو وغيره من الشركاء ونحنا نتوقع أنه إن شاء الله قبل آخر السنة هيدا الآليات سوف تثمر أنه يكون عنا مختبر مركزي عم ينقل أنه وزير الصحة هلأ كتير يعني عم بيركز على وجود المختبر المركزي بينما لما كنت رئيس مستشفى رفيق الحريري اليوم رفض وجود هالمختبر أبدا ليش عم ينقل هالكلام مع الوزير لأنه نحنا دايما فيه تضليل للشعب اللبناني بس الحقتي واسألتي حاجة بك نحنا بالعكس وفيه مراسلات أي حدا بيحب يطلع عليها موجودة نحنا وقته اللي رفضناه بمستشفى رفيق الحريري هو أنه المبنى اللي كانوا بدهم ياخدوا ياخدوا ببلايش نحنا عم نقول هيدا المبنى هالمؤسسة هاي هي مؤسسة ذات استقلالية مالية وإدارية إذا كان بدهم ياخدوا هالمبنى يدفعوا بدل أجار نحنا حتى قلنا ما عنا مشكلة بينعمل تخمين قديش ولكن مش ببلايش هيدا كان اعتراضنا وأنا هلأ كوزير صحة إذا بد يروعوا على مستشفى الحريري وقلن بدنا نستعمل هالمبنى نحنا بدنا يابي أجار ولكن نحنا كانوا قرحين عليكم أنه يخدوا بلايش هيدا كان الطلب ببلايش نحنا كان اعتراضنا مش على المبدأ نحنا كان بس اعتراضنا أنه ليش نحنا مؤسسة كحريري مأزومة بتجوا بتغدول مننا مبنى ببلاش كيف هي؟ نعم طب يعني مراكز الرعاية الصحية في شي جديد فيها يعني اليوم رعاية صحية بتعلق بالعلاج الطبي طبعا نحنا بنعرف في شي أنه حول إرشادات حماية أطفال هيدا جديد عم بيكون بهالمراكز شو أهمية هالشي هلأ يعني؟ أول شي بس أنا لأنه ذكرنا الرعاية الأولية نحنا في شغلتين أنا خلال فترة الأسابيع الماضية تعرفي كنت عم بعمل دورات على مراكز الرعاية الأولية بالشمال بالجنوب وغيرها ولحتى نشوف شو المشاكل اللي عم بيشوفوها المواطنين نحنا ما في شك أنه هناك زيادة بالإقبال على هيدا المراكز بسبب الأزمة الاقتصادية في كتير ناس عم بتروح لأنه بحاجة تأخذ الأدوية ببلاش نحنا إحدى أهداف الزيارات واللي نجحنا بتحقيقه هو أنه نحنا نأمن كميات أكبر من الأدوية لمراكز الرعاية لحتى ما يصير في بعض التأخير تب وينت شففية كتير يعني أوقات كتير من يعني منقصد هيك مراكز ما منلاقي أدوية يعني في البعض عم ينقال أنه بيخبوها لأصحابهم ولعيالهم كيف عم بيتم مراقبة ما بدي عمم بس في بعض المراكز عم ينقال هالكلام ليش عم بيتم مراقبة لأنه نحنا كتير من هالأدوية هاي اللي عم تتقدم لنا هيبات من منظمات دولية هاي دي المنظمات الدولية كتير دقيقة بالمراقبة وبالتقارير لازم يكون في فايل لكل طبعا فلزلك هاي دا لكل مريض يعني أو بيحاجة لدواء بيهيك مراكز تمام مشاناك إيام بيجي المريض بيفكر أنه أنا يعني هاي دول بجبلهم رشادة بيعطوني دواء لا مش هيك بده يجي ينفتح ملف يندرس الحالي نتأكد أنه هاي دا المريض بزرت ترابلوس معالي الوزير ويعني وطلعت هونيكي على المراكز الصحية اليوم هل الوضع صعب بهالمناطق يعني مثل ترابلوس ناكي المناطق لأطراف هالمراكز هني بحاجة لها أكتر تمام أول شي ما في شك يعني أنا بقول أنه يعطي ألف عافية المجتمع في لبنان اللي إيام كتير بغياب أو تأثير الدولة وأنا برجع بقول نعم الدولة في لبنان أنا برأيي مؤثرة بكتير من الحقوق اللي بدهيها المواطن هيدا المجتمع مش عم يقعد على جنب عم بيقوم ويوجد وفي كتير من هالمراكز اللي شفناها هي بجهود ذاتية من هالمجتمع لحتى تعالج هالناس اللي هني لأكثر حاجة تنوى ولذلك نحنا واجبنا نوقف جنبهم وهيدي إحدى الأمور اللي لما طلعنا لبرة لحتى نشوف كيف نقدر نجيب مزود نقدر نجيب لهم إدوي نقدر لحتى يضلهم عم يشتغلهم الأطفال أو الشباب الزغر نحن الأحداث يعني إذا تعرضت الامرأة إلى العنف إذا تعرضت الأطفال إلى العنف نلجأوا لهيك مراكز هاي دائم نحنا أول شي خلينا نعرف أنه العنف هو واقع بكل المجتمعات مش بس في لبنان ولكن وأوقات الأزمات مثل الأوقات اللي نحنا فيها هيدا العنف بزيد نحنا دراسات اللي نعملت مع شركائنا باليونيساف وغيرهم فرجت أنه ممكن هيدا يوصل أيام ل 40-45% هل اللي عم بيصير أنه أيام هالأحداث هيدول بيجوا على مراكز الرعاية أو بيجوا على طوارئ هل بيعرف مقدم الخدمة يعني هالإنسان اللي هو الصحي بيعرف يتعامل مع هالحالي هيدا الموضوع كتير مهم لأنه طريقة التعاطي مع هال يعني هال الطفل أو كان يعني الشخص الصغير بالعمر كتير دقيق لأنه هيدا يعرف كيف بده يتعامل مختص ممكن يكون عنده إنعكاس على مدى حياته بتعرف أنت هيدول بعمر كتير هالأحداث نفسيا فلذلك كان هيدا هي فداية هي هيدا خطوة أولى بطريق لنحنا نحضر مقدمين رعاية لنحنا نزيد بهيدا يعني نهتم بهيدا الموضوع وهون أنا برأيي أهمية هالخطوة هاي مش بس أهميتها أو رمزيتها إذا بدك هو أنه الدولة حتى بضمن أزماتها عم تشتغل على أنه تخلق نظام أفضل يعني نحنا بدنا نعرف أنه نحنا مش بس منعتبر اللي عم بيصير هو أزمة بدنا نشوف كيف بدنا نحل نحنا منعتبر أنه هي فرصة لحتى نحنا نخلق نظام أفضل إن شاء الله ما بعد فيه اتصال وبعدها كمان عن غسيل الكلا ميل معي عم يأتيك رعاف يا أهلا هلا أنا شو نصي على الخط يا سيدنا تفضل بدنا نشغل للمعالي الوزير إنه بالنسبة للمستشفات الحكومية معلش المستشفات الحكومية معداش للبنان كل اللي عم بيفوتوا علايا كل اللاجئين أنا بختار علايا اقتراح هلا المستشفات الحكومية يمنعوا اللاجئين مني ويعطوهم مش هي عم تتفع عن الأمر لما بتتعاعد مع المستشفات الحكومية ويقالوا المستشفات الحكومية ويعطوها دعم ويصوروا لها اللبناني يفوت عليها بس بتسقون به بتصير بوطفات جاهدة ساعتها بتصير للم voitures للم�서 بhews للمناني فيه يقدر يفوت على المستشفى يتحكم هلا للمناني ما فيه يتحكم اللاجئ يتحكم محل محل ما بعده بالخاص Cell بالحكومية بفوت يتفكن انتي معليك محل مثلا مثل مستشفى زحري وطابق مثل ما هوي كلها بس للاجئين لبناني معلومة حاض نعم هيصارها بالمواطن بالمستشفى الخاصة ما فيه غف يفوت يتحكى شو وضع المستشفيات الحكومية مع الوزير عندك بعد شي اشي اضيفة ويتحكم العالم ويحط علىها ادارة مليحة وسط الفكرة نوع نحنا في عنا تقريبا 32 مستشفى حكومي في لبنان اللي متعادي معهم اليون ايه سي ار اقل من نصهم يعني فيه تقريبا نصها المستشفيات ما بنا متعاقدي مع اليون ايش سي ار الهيئة العليا للإغاثة والهيدا ولذلك لا تستقبل اي مرضى يعني غير من هيدا الجامعيات بالاضافة لذلك نحنا بالارقام اللي عم تجينا من هيدا المستشفيات بتفرجي انه حاليا غالبية المرضى اللي بيتحكموا بمستشفياتنا الحكومية هني لبنانيين نحنا خاصة شفناها بعد الازمة الاقتصادية شفنا انه هنالك سيادي لا مش قادر المواطن يفوت على مستشفى الخاص طب ونحنا بهيدا الموضوع نحنا عم منزيد الدعم للمستشفيات الحكومية لحتى تقوم بواجباتها صعب تاخدوا مساري يعني اليوم عم بيقلنا في بروتوكول عنا 30 مليون لندخل هالكلام صحيح ايه ولا لا عم ناخد مساري من المواطني اللي بدون يدخلوا على المستشفيات في بروتوكول معيان مش بروتوكول بوزارة مثلا اذا كان على تغطية وزارة الصحة اكيد المواطن عليه يدفع بين 10 ل 15 بالمية من الفاتورة لا قبل ما يدخل عم نحكي قبل ما يدخل لان صار في اتصال ببرنامج نقطة على سطر طلبت منه احل المستشفيات الحكومية 30 مليون قبل ما يدخل ما على حد علمي انه فيه هلا بموضوع انه يطلبوا ايام هيدا الموضوع بعض المستشفيات طرحتوا لانه في بعض المرضى مثلا لما يخلص علاجهم عم يرفضوا يدفعهم يخدوهم قبل ما يفوتوا طرحوا نحنا كوزارة صحة منا كتير مرتاحين لهيدا الموضوع لانه يعني توجيهاتنا انه لا يقدم فينا نحنا نخفف على المواطن ولكن هون الموضوع الاساسي اللي عم تطرحوا هالمستشفيات نحنا كوزارة صحة كضمان مثل ما هلأ اسمعنا من السيدة شري كله عم يدفع لها المستشفيات على الاسعار القديمة طيب عم تجي تقول المستشفى ونحنا كوزارة صحة مثلا بعدها لهلأ مع انه حولنا كل الفوتير لوزارة المالية بعد وزارة المالية ما خلصت وما دفعت عن اي سنة عن سلسة 2021 يعني مستشفيات لهلأ بعد ما قبضت عن الـ 2021 بس عم بتزيدولها اسقفة نحنا بعد ما زدنا اسقف لحديت ما تطلع الموازن جديد فالفكرة الاساسية اللي عم تجي تقولها هالمستشفيات هاي انه نحنا طب بدنا نشتري لنفرض مثلا المزوت على سعر الطن 1400 دولار نحنا الاكسجان زيت سعره صار له علاقة بالدولار المستلزمات كذلك طب طب نحنا كيف بدنا نقدر نظلنا عم نقدم الخدمة لها المواطن نحنا انا بفهم انه المواطن بده هو صحة من غير ما يتكلف ولكن حاليا اذا ما قدرنا نأمن اموال لحتى ندفع لها المستشفيات هاي هيدا عم بيخلي انه كل هالمستشفيات تروح للحلقة الاضعف اللي هو المواطن مرضى غسيل الكلة عم بيعانوا معنا حالي على الخط مين معي؟ انا عم بيحتيكي مدام خير الله يا اهلا وسهلا بدي اسأل الوزير نحنا هلأ بالمستشفى عم يطالبونا باربع مليون مشان الغسيل ومليون مشان اللي بخصها بأي مستشفى بأي مستشفى بتحكي مستشفى الزيعتين نعم هالاربع مليون والمليون بخصات الوين بتجيبه لانا ما مفرودي طالبه ما مفرودي طالبه لا اكيد لا نحنا بهيدا الموضوع غسيل الكلة شو مد يعني اليوم لا 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 حتى قللك شو عم نعمل بغسيل الكلة غسيل الكلة الفرق بين غسيل الكلة ومثلا مريض لنقول لا سمح الله وقع انكسر اجروا انه هونيك حادثة بتصير مرة بس هديك حادثة ضويمة بدون يدفع لذلك نحنا الشي الوحيد اللي بعده عم يدعم مية بالمية هو غسيل الكلة بس في ناسا هيدا رقم واحد نعم بعم يدفعه هيدا لكفيلك رقم اتنين هنالك امور عم يجو اجو المستشفيات قالوا انه نحنا في عنا تكاليف مثلا اللي هي ما بتغطيها مثلا مثل نرجع للكهرباء ايام في وجبي بقدمولونيها بعض الادمي فنحنا اتفقنا معهم واتفقنا مع النقيب هارون نحنا في تعرف جديد هتصدر من اول اربعة يعني بعد حوالي سكم يوم ونحنا بمجلس الوزراء عم نأمن للاعتماد لتغطية هيدا التعرف جديد حتى ما تكون من سقوف المستشفيات يعني نفتح لاعتماد جديد وهيدا بيصير لحتى ما نترك اي مجال لأي مستشفى يقول له للمريد تعا انا بدي اياك ادفع براني نعم ولذلك نحنا برجع بقول انه بهيدا الموضوع المستشفيات بدي تمشي معنا على اللي اتفقنا عليه والمستشفى اللي بده يروح يجي يعمل الاتفاق مع الوزارة مع رفع التعرفة ويرجع يروح يتصرف بطرق اخرى طبعا هيدا ولكن المشكلة وين اللي عنا ياهون انه مش كل هالمرضى هنه مرضى وزارة صحة يعني نحنا كوزارة صحة في مرضى ضمان في مرضى تعاونية ولذلك هون انا برأيي واجب على كمان الضمان والتعاونية يلعى حلول لمرضاهن يعني نحنا ما بكفي يكون الحل انه انا ما بدي اغير التعرفة مثل ما هلأ عم بيصير يعني لازم يصير فيه كذلك مواكبة لهيدا الموضوع من جميع الجهات الضامنة الاخرى شو عم بيصير بمستشفى الحريري يعني اليوم مستشفى الحريري في تهديد كان لحماية المرضى ومستشفى حكومة اكيد اسمعت بالخبرية بلغت عنها طبعا اكيد اي شو صار اللي عم بيصير بمستشفى الحريري هي اللي عم بيصير مع كل العاملين في لبنان وهو انه المعاشات تبعولن هي ما بتقدر تخليهن يعيشوا بطريقة لائقة وكريمة يعني حتى في بعض الناس المعاش اللي عم يغدوه ما عم بيكفيهن لاخر الشهر بيخليوني طفوا البخار عن المرضى مش لا اكيد لا ولا هيدا مقبول ولا ولا هيدا بيصير ولكن اللي انا اللي عم نجي نقول التالي نحنا لكل الشعب اللبناني وليس فقط للعملين من مستشفى الحريري نعم كلنا عم نتقلم مع بعض كل الناس اللي قاعدين بهالبلد طبعا انا خلال سفرتي لبرة شفنا كتير من اللبنانيين اللي هاجروا اللي راحوا على قطر اللي راحوا على غير محلات وبيجي بقول لك يمكن نعم آنيا هني أوضاعهم معيشيا مرتاحين اكتر شوي ولكن هل هني مبسوطين انه هني خارج لبنان اكيد لا منهم مبسوطين وكلهم بيقولوا لك انه بس نحنا ياريت يزبط الوضع لحتى نقدر نرجع نحنا نعيش بين اهل ولكن نحنا بالوضع اللي نحنا فيه مش بس بموضوع الصحة بكل الموضوع عم نشتغل بس ما في حلول سحرية يعني لما بيجي الموظف بمستشفى الحريري بيقطع البخار عن المستشفى لا مش يقطع البخار عم يجي يقول انه انا بدي مئة دولار بس هادي مش حشي صارت لا ما صارت الحادسة تبني نحكي طبعنا نكتب عنا بس مش كل شي بينكتب بيكون صحيح دققتوا بالموضوع يعني طبعا دققتوا بالموضوع طبعا دققتوا بالموضوع ولو كان في شي كان لا سمح الله يعني ما الحمد لله هالمرضى عم ياخدوا مثلا الدياليسس وغيره عم ياخدوا كل العناية هوني نعم هلا الفكرة الاساسية هي التالي لما بيجي موظف بيقول انا والله ما بدي اشتغل الا ما اخد مئة دولار طب فرش طب ما بدك تجيب هال مئة دولار فرش يعني اذا الموضوع بينحل موضوع لبنان انه والله بنعمل اضراب بتجي المصاري كلنا من اضرب ما حدا باللبناني بيشتغل اذا هيدا هي حل المشكلة لذلك انا برجع بيجي بقول نحنا منتفهم الصرخة منتفهم القلم تاعهم ولكن الحل ما بيكون بهيدا الطريقة الحل بيكون بانه نحنا نشتغل كلنا سوا لنطلع من هالمصاري يبدأ نشتغل كلنا سوا لكون في عنا عنايات فائقة للاطفال اللي هي مش موجودة بتلترباع المستشفيات محصورة فقط بجبل لبنان وبيروت تمام والسبب هو انه نحنا عدد شو بقولوا عدد الاطباء اللي هني متخصص عناية اطفال في لبنان نصهم هاجروا واصلا نحنا ما مبلشين بعدد كتير كبير يعني نحنا اللي كانوا عنا ممكن كانوا 12 او 13 على كل لبنان على كل لبنان نحنا هلأ نزلنا لعدد 60 هلأ واحدة من هالزيارات اللي نحنا قمنا فيها لكوبنهيغن لليونيسف كان معنا رئيسة جمعية الأطباء الأطفال دكتورة مجدلاني وكان معنا دكتور زياد أسعى عن النقابة بي بالشمال ونحنا ومعنا كذلك بالفريق عم نشتغل على المنوع دكتور برنار جرباقة من نحنا في مشروع طرحناه مع اليونيسف ابلو في اليونيسف نعم وهو مشروع لتهيئة نحنا كوادر جديدة من أطباء الأطفال اللي في لبنان عبر برنامج حيصير بالتعاون مع في أكتر برنامج واحد حيكون مع الجامعة الأمريكية في بيروت واحد حيكون مع أوتيل ديور لموضوع أطباء الأطفال إن كان في العنايات أو كان في الطوارئ وهيدا أمر جيد إنه نحنا قدرنا نلاقي عليه الدعم وسوف بس لحتى نخلص وهالأمور سوف نعلن عنه قريبا قصة موضوع لقاحات الأطفال هل هي متوفرة اي ولا لا وين موجودة في البعض عم ينقطع ويجيبها من الخارج خليني لك شو هي شو هي المتوفرة هيدا الموضوع صار في كتير عليه لغة هناك لبعض الأمراض مثل البرتاسيس مثل الديفتيريا دي بي تي وعلى دول هناك نوعين من اللقاحات هناك اللقاحات اللي بتعتمدها وبتأمنها منظمة الصحة العالمية واليونيساف وهيدا متوفرة وموجودة بمراكز الرعاية بحياته من قطعنا منها ونحن حتى في عنا هلأ برامج مشتركة مع مراكز طبية كبيرة مثل الجامعة الأمريكية مثل اوتول ديو مثل بالشمال ونحن مستعدين نقدمهم ببلاش لهذا بشارط انه كمان هن يقدموهم ببلاش للمرضى في مقابلن نوع جديد من اللقاحات اللي هي لقاحات نفس هين بنفس الجودي بنفس السلامة ولكن هيدوليك بيعملوا عوارد أقل من ناحية الحرارة أو من ناحية مثلا انه اجروا للولد لما بتعطيها ما بتشو بقوله يعني بتقسى شوي أو هالأمور فحكم الأطفال بيرتحوا أكتر مع هاللقاحات الجديدة ولكن هيدول اللقاحات الجديدة غالين تقريبا ممكن يكون حقهم إيان فوق المئة دولار وهالأمور بعض حكم الأطفال لما بيقولوا ما في لقاحات بيقصدوا هيدول مش بيقصدوا انه ما في لقاحات بالمرة فنحن بهيدا الموضوع يعني عم نشتغل كمان مع جمعيات الأطفال لحتى نقول يا عمي في لقاحات بليز اعطوهم من هاللقاحات اللي نحنا متوفرة عن نوي هلا اللي كان بده يعني يروح لهيدوليك اللقاحات اللي هي أغلى ثمنا وبده استيراد وا 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 بدنا نشوف شو كيف بدنا نحلل له هالموضوع بس الفكرة الأساسية فيها أنه اللقاحات الآمنة اللي معتمدة من منظمة الصحة العالمية من اليونيساف موجودين في لغاية بس الأطفال مش عم بيوصفوه وهون الأهل يعني بيخافوا بيقولك الطبيب بواسطة شو بدي أعمل لذلك يعني أنا هون بنرجع لموضوع أنه نحنا هيدا المأزق ما فيها لحالة طرف واحد يحل للجميع يعني نحنا ليش بهيد السفرة كانوا معنا جمعيات أطب الأطفال لأنه نحنا كان بهمنا أنه كلنا بدنا نتساعد نحنا كل ياتنا بمأزق مش مثلا المريض بمأزق أو وزارة صحة بمأزق حتى الطبيب واجبه هو يعمل ما فيه مصلحة المريض خلينا نستقبل الاتصال مين معي؟ عربو مجورين يعني على سماعته للأخبار للوزير يعني لوحد يضب الشنطة إذا كان مريض معه أمراض مستعطية أو سرطانية ويارب من البلد لأنه ما في شي عم بيطمننا فيه باللي حكاية اليوم ما في شي بيطمن اليوم رحت عم بعمل سمعت الحلقة من الأول؟ ايه اسمعناها من الأول طلبوا مني بسحق الصورة أربعة عمليين ونص فصلت بالضمان بس برجعولي ميتين واربعين ألف وقالولي مطرح ببدك تعمل للأمراض المستعطية الامقاس وسكليروز وامبلاك قالولي رح ينفقد الدواء يعني الدواء اللي انت عم تاخده بعد مدة رح ينفقد مدك شو شو بتعمل يعني بها الطريقة اللي عم بيحكيها معاه للوزير لازم كلنا نضب الشنطة اللي معنا مرض أو معنا أمراض مستعطية أو معنا سلطانية ونهاجر من هالبلد لأن ما في شي بطمتين ولا واحد بالنية انه رح يتحسن البلد أو رح يكون في دواء أو رح يكون في علاج بهالبلد فالأفضل نهرب بريشنا لا بنموت بهالبلد من وراء دواء أو من وراء مرض أفضل من بره انت بيهتموا فينا أكثر بيكون في عناية أحسن بيكون في اهتمام أكثر أنا عم تنفقد هالأمور يا معليك ما عم بيكون في علاج لازم لكل كل مريض بهالبلد هيدا اللي بتوصل لك شكرا لأيلك معا للوزير أول شي بدي أقول أنه بالعكس أنا اللي قلته واضح وهو أنه نحنا خاصة مثلا للمالتيبل سكيروسيس اللي هي جزء من الأمراض المستعصية أنا قلت أنه نحنا عم نشتغل عليها ونحنا هلأ حنزيد المويزة نقدرنا نوفر مليونين ونص دولار لحتى نصير نأمن أكثر من هالأمراض وإن شاء الله جاي وبهيدا الموضوع برجع بيجي بقول أنه لأ أنا عم برجع أكد اللي قلته ثانيا نعم أنا هون ما واجبي بس إجي أحكي أي كلام لطمنك أنا واجبي كون صادق معك مثل ما أنه أنت لما بتروح لعن طبيبك ولازم طبيبك يقلك شو الواقع مش يقلك شو في شي زهري أو يخب عليك أنت شو عندك مرض أو شو عندك مشاكل أخي الكريم أول خطوة لنحل أي مشكلة هي أنه نحنا نوصف المشكلة ونعترف أنه في مشكلة وأنا بقدر أعمل هون مثل ما بيعملوا بعض السياسيين أجي أعمل لك ياها ولكن هي لأ وعننا مشاكل ولكن نحنا عم نشتغل لحتى نحلها ونعم ما في حلول سريعة برجع أبقلك ولكن في حلول وإن شاء الله منوص إيه بس معالي الوزير بكل دول العالم يعني ما في دولة ما بيلاقوا مواطنيها إدوية ما في دولة ما بيلاقوا مواطنيها علاجات للكانسر ما في دولة بفوتوا مش قادرين اليوم الناس تطبب بالمستشفيات نوار مش مظبوط في دول لا بيلاقوا إدوية كانسر ولا بيقدروا يتطبب المستشفيات وهيدي بيسموها الدول الفاشلة نحنا حاليا دولة فاشلة هل في شك انه نحنا بلبنان حاليا هل نحنا بشوق دولة ناشحة؟ خليني اسأل هل نحنا دولة ناشحة؟ نحنا اللي عم نيجي نقول التالي الدولة الفاشلة منو قدر ايه بس اليوم عم يقولوا وزير الصحة كيف قبل موازنة وزارة الصحة تكون هالقاد لازم كان تخبط ايدك عالطاولة لانه لتهمين الادوية على القليلة مين اللي عم يجي يحكي هالحكي؟ يتطلعوا بموازنة وزارة الصحة الجديدة هل عم نحكيه قبل وعشر مليون كمان للمستلزمات ما انا اللي حطيت الموازنة انا جيت استلمت الموازنة ولكن نحنا يتطلعوا على الموازنة هل عندي زادت بالموازنة زادت ست اضعاف بين ست لسبع اضعاف يتطلعوا على الموازنة الارقام منشورة ولكن ولكن نحنا بالموازنة زادت نحنا حتى ضمن هالخمسة وعشرين او خمسة وثلاثين مليون نحنا مش معم نلاقي حلول متل هال اللي حكيناه يعني نحنا عم ضمن هال اللي موجود علما انه انا ما قبلت مين اهلا انا قبلت انا ولا مرة طلعت قلت اه هادي كافي بالعكس انا دايما عم بطلع اقول انه هادي غير كافي املولي اكتر ولكن عبان ما يتأمن اللي هي مش مسئولية فقط وزارة الصحة هي مسئولية الدولة يعني المسئولين عن موضوع المال بالدولة من هلأ لوقتها هل بقعد على جنب انا ناطر هالمال اللي يجي ولا بشتغل لنشوف كيف نساعد هالناس وين صارت البطاقة الصحية وين صارت البطاقة الدوائية هل هني الحلول كمان هيدا بالاختصار لانه انتهى الوقت الحلول هني حلول لما يتأمن لهم تمويل نحنا بهيدا المواضيع انا برأيي لما ان شاء الله ان شاء الله نوصل على اتفاق مع صندوق النقد الدولي واوا وينفتح باب التمويل ساعتها كل هيدول الامور بيجي الهم تمويل بهالوقت نحنا بما نملكه عم نشتغل حتى نحنا نقدر نسكر هالأمور تعطيك العافية مع الوزير الصحة الدكتور فراس الأبيض أصدقاء المستمعين بدنا نشكركم إلى اللقاء بكرة مع حلقة جديدة ودايما ببرنامج نقطة على السطر ساعتها كلها بتنزل حفر نقطة على نقطة بتحفر صخر لو فرجونا نجوم الدول وعنوال الصوت بيعناق ونحط النقطة على السطر نقطة على السطر